أعلن رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي عن مشروع شراكة استثمارية بين الدولة والقطاع الخاص يتمثل فيه مشروع ساوث ميد بالسحل الشمالية وأوضح رئيس الوزراء أن المشروع من شأنه التكامل مع مشروعات أخرى بالمنطقة كمشروع مدينة العالمين الجديدة لتحقيق المستهدفات إحنا بدأنا كدولة بمشروع مدينة العالمين الجديدة اللي هي مش مدينة سيحية فقط ولكن هي مدينة بمعنى الكلمة فيها كل الأنشطة أعلن منذ فترة بالأمس القريب على واحد من أكبر مشروعات الاستثمار العقاري والسياحي والتنموي المتكامل اللي هو كان مشروع راس الحكمة بالشراكة مع الأشقاء من دولة الإمارات العربية المتحدة واليوم إحنا بنسعد جميعا أن نعلن عن مشروع آخر وهو مشروع ساوث ميد أيضا على الساحل الشمالي الغربي عشان يتكامل مع كل هذه المشروعات وعشان نحقق المستهدف اللي إحنا كنا بنتكلم عليه لما بنقول إن إحنا كمصر قادرة في خلال الفترة القادمة لغاية عشرين تلاتين إن إحنا نكتزب على الأقل ضعف عدد السياح اللي بيجوا النهاردة مصر إحنا مش بنبالغ